وعنده هدير اللي رجعت اللي بيتلاقت مع تزاقات بيتفرق على التلفزيون وبياكل فشار قربت منه وقالت تصدق ان انت ما عندكش دم يعني صاحبك مخطوف وانت قد تتفرق على التلفزيون يعني عاوزاني اعمل ايه يعني ما انتو بتدوروا على هو هو انت لي بارد كده ما فكرتش حتى تقول انا هرجعي الشغلة علشان ادور عليه ليه هو تاه يا ماما ده مخطوف ومن اللي خطفه ده القط واللي بلعب مع القط ما بيسلمش من ازيته ولما انت جبان كده ايه اللي دخلك المهمة دي معانا انت كان اخرك تشتغل صابت اقاع اه وانت تشتغل صابي جزار تصدقي ليه عليك قوي انا صابي جزار طب ايه رأيك بقى هدخلك دلوقتي ماتش ملكمة طب هشي بقى من هنا يا شطر علشان عاوز اكمل المسلسل هدير شالد فشت التلفزيون وقالت طب اهو مفيش مسلسلك كمان ها هتلعب ملاكمة ولا ديك بوكس اوقع لك سنانك معتز وقف وقال انا تعبان ومش هقدر العب وداخل انام كمان يلا تصبح على خير وعند جاسر ماجد واقف بيبص وبتسم بشر وهو بيبص الجاسر اللي نايم في الارض وقال لرجالته انا عاوزكم تاخدوه دلوقتي وترموه جنب صاحبه في المغزر القديم بس يا باش افرض صحة ده اكيد هيبهدلنا ومش بعيد هيخلص علينا ده انا بسمع ان الملك ده محدش بيغلبه ما تخافش البرشام اللي اخره ده تأسله طويل مش هيصحى دلوقتي خالص طب هو يعني انت ناوي يتعمل ايه معاه؟ ده الحكومة وانت عارف لو جرارهم حاجة احنا بقولك ايه؟ احنا منخافش من حد لو مش قد الشغل يبقى مشي ومش عاوز اشوف وشك تاني لا يا باش انا بس كنت عاوز اتطمن عليك انت عارف ان انا ادراعك اليمين من زمان طب اشتغل وانت حالك ومش عايز كتري كلام ماشي يا باش اللي تقبر به يلا يا ابني شيل الراجل ده خلينا نحطه جنب صاحبه في المغزن وبعد وقت جاسر كان نايم في المغزن وسامر جرعلي علشان يفوق فيه وجاسر لما تأكد انه ما فيش حد سمعه غيرهم فاتحيني وقال هما قدروا يمسكوك ازاي؟ وينوينا على ايه معانا؟ ما تنساش ان انا الملك كل حاجة بتتم هنا انا عامل حسابي عليها بس دلوقتي احنا لازم نخرج من هنا صعب لا دورت على اي مخرج ما لقيتش حتى الشبابك عالية وعليها حديد ما فيش اي باب تاني نقدر نخرج منه هنا؟ لا يا ملك ما فيش غير الباب الرئيسي وده واقف عنده رجالة وعندها دير اللي جات لها شارب مكان جاسر غيرت هدمها وخرجت من قضتها وكانوا كلهم مجتمعين على الصفرة وحننقالت الوقت اتأخر ريح على فين دلوقتي انت عارفة ظروف شغلي ملهاش موعيد حسان بصل معتز وقال انت هتفضل قاعد في البيت كده زي البطة ما تقوم تروح نشوف شغلك لا انا تعبان ومتصاب بقولك اي يا دودو ابقى مديلي الاجازة اسبوعين كمان في مسلسل تركي متابعه ومش هيخلص قبل اسبوعين انت ايه انت ما بتحسش على دمك يعني اختك تنزل لوحدها في الوقت ده اخت اللي انت خايف عليها دي ارجل مني ومنك يا بابا دا لو حد فكر يبصلها تندمه على حياته كلها بابا اسبك منه انا نزلة يلا سلام هدير خلصت كلامها ونزلت ركبة الدراجة النارية بتاعتها وكانت ماشية سمعت اثنين ماشين وراها بعربية وبيعكسوها الاول قال ما تيجي في ايدي ونجيب هاريدي هو من هاريدي ده يا كرم مش عارف بس اما بيقولوها كده طب تعالي الهارم نفسح كرم وقفت هدير وقالت هو الكلام ده لي انا اي امال من غيرك بقولك ايه ما تيجي معنا وهديك خمسموة جناه انا كمان خمسمية يعني عرضي اتنين في واحد وهدير قربت منهم وقالت ده انا اللي هعمل عليكم عرضي دلوقتي هي ملها اينها احمرت كده ليه انا خايفت وكونها تتحول اجمد يلا في ايه هي تلاقيها بس لشكلها شرطة يلا تعالى نهرب هدير مسكتهم من افاهم وقالت يلا يا حلو انت وهو هعكسني تاني كده يلا انا توبت والله بس سبيني انا عندي عيال عاوز ربيهم وانا عاوز انحق صلاة الفجر سبيني ابوس ايدك انا توبت خلاص هدير سبتهم ونفضت ايدها وقالت رجالة مجيش غير بالعين الحمرة صحيح انا لولا اني مش فضية كنت عرفتكم من هدير وممكن تعمل ايه دي جاسر وسامر اللي دخلوا في اشتباكات مع رجالة القط وكانوا بيدربوا بعض واستقل ده الدبر وهو بيجرع عليهم وقدر انه يقضع لكل رجالة القط وقف جاسر وقال انت مين ايه ما سمعتش عن الدبر قبل كده او موما دي فرصة سعيدة اني انا تعرفنا للا انقذ هدير لما كانت مخطوفة استنى ما تمشيش غير لما تكشف وشك وتقول انت مين نصحة مني لو عاوزين تفضلوا عايشين قبل ما المخزن ينفجر الدبر خلص كلامه وركب دركته النارية ومشى وجاسر وسامر كانوا بيجروا خصوصا لما سمع صوت الانفجار من وراهم وسامر قال دول كان نويين موتونا بجد احنا لازم نرجع بسرعة الممنى الادارة لازم نوزع اشارات بالقبض على ماجد المكان صحراوي والشكل ما فيش عربيات بتعدي من هنا جاسر شاف عربية من بعيد وقال في عربية جاي من بعيد اهيه حاول توقفها ونركب فيها باي شكل لو واحد من رجال تلقط هيخلصوا علينا خليك انت في المواجهة وانا استخب واول ما يقفوا بالعربية نهجم عليهم والعربية وقفت ونزلت هادير وقالت اركبه يلا بسرعة مفيش وق ويسامر قال هادير انت عرفت مكاننا ازاي جالي تليفون من الدبر بيقول لي على مكانكم لا بقى انا لازم اعرف مين الدبر ده وبيشتغل لحساب مين طالما انقذنا يبقى كد بيشتغل لحسابنا احنا لازم نروح مبنى الادارة دلوقتي بسرعة علشان فيه معلومات جديدة وصلت معلومات ايه دي هنعرف كل حاجة لما نوصل مبنى الادارة وبعد وقت اتجمع اللوى نشأت بالفريق وقال للأسف ماجد خرج بره البلد وستفر على لندن انا مش هسيبه غير لما خلص عليه مبروك احنا عرفنا ان والدتك لسه عيشة الله يبارك فيك بس للأسف انا مش متأكد ان كانت هي ولا لا هو بس وريني صورتها احنا طلبنا من فريق الجنائي يطلع الجثة وياخد الحمض النووي عشان نتأكد وبالفعل طلت الجثة مش هي ان شاء الله رجعها في قرب وقت وعشان كده انا جمعتكم النهاردة لازم اتنين منكم يسافروا لندن علشان يتمكنوا من القبض على القطة انا ممكن اسافر لوحدي مش محتاج حد معي وليبقى ان شاء الله انت اللي تقبض علي لوحديك بس سياسية اللوى انا ممكن اقبض علي لوحدي عادي شطر على اللي خطفوك طب انت كمان اتخطفت انا بس مش عايزة سياحلك قدام الشباب قطعهم اللي ونشأت وقال بس انت وهي واحترموا اني موجود في وصكم المهمة دي لازم شاب وبنت يطلعوها لانهم هيكونوا باسماء مزيفة غير اسمهم الحقيقية والباس بورطات هتكون باسماء ناس تانية خالص انا ممكن اطلع انا ومريم او سارة احنا خلاص كررنا ان جاسر هو لا يطلع مع هدير وهيمثلوا انهم عرسان في شهر العسل عشان من الفتش النظر لهم شهر الايه اصدق شهر البصل ده احنا بالذات ما بنطقش بعض الاوامر جاية من فوق ولازم تنفزوها امر لله هعصر على نفسي لمونة ولي بقى السفر امتى في خلال يومين تقدروا تاخدوا اجازة وتستعدوا من دلوقتي هدير بصت له بتحدي وقالت ده انت هتشوف ايام في حياتك همرك ما شفتها وبعد يومين كانت هدير ماسكة شنطة سفر وقفة بتودع مامتها اللي كانت بتعيت وقالت ما بقلش يا بنتي قلبي مقبوط كده ومش مرتاح ايه يا ماما اللي انت بتقولي ده نفس الكلمتين دول بتقول لمهمة بطلعها وبرجع الحمد لله كويسة تم تاخدخوا كل قاعدة ده ما فيش منه ما انفع غير انه بيأكل بقوف شعر وبيتفرج على التلفزيون انت محسساني انه هاخده فصحة لا مش هينفع هدير سلمت عليهم ومشيت وقابل الجاسر عند المطار وجاسر لما شافها الصغرب وقال ايه اللي انت لابسها ده هو فق عروسة طالع شهر العسل تلبس كده هم 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 لا لابس لك نحلة يعني ولا ايه ده حتى انا لابسة اكدت طقمة عندي بصي تعالي وراي اشتريك كان فستان كده على كان بلوزة فستان فستان ايه لا طبعا انا مش بتاعت فستين ابدا انا اخر فستان لبسته كان في ربع ابتدائي نو انت زي مكتوب في بطاقتك بنت انا مش شايف اي بنات هنا هم على اساس انك جنوي البنات هتموت عليك بقولك ايه انا مش لابسة فستين هي انا مش لابسة كده احنا هنتكشف من اولها والمهمة مش هتنجح لازم ما حدش يتعرف علينا بسهولة اوه قمر لله كل فيد الوطن انا لازم اضحي برضو جاسر بص في ساعة وقال باقي لسه ثلاث ساعات على معادة الطيارة خلينا نروح نشتري شوية حاجات ونرجع هدي الراحة مع جاسر واشتروا فستين واللبس كتير وبعدين ركبوا الطيارة اللي رايحة بهم على لندن يا ترى ايه اللي هيحصل هناك وهيقدروا يقبض على القط ولا لا لو عايزين تعرفوا ايه تنون الحلقة الجاية واللي وسيل معنا لاخر الحلقة ما ينساش يدعمنا باللايك وكومنت الحلو اللي بيفرحني دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة